السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا من حضراتكم. اهلا ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع آآ نيماتهود. ان شاء الله في الموضوع ده هنتكلم عن آآ اول حاجة يعني ايه نيماتهود. آآ تاني حاجة هنتكلم عن بتاعت نيماتهود وازاي ما نبقى عارفين من دي نيماتهود ولا لا. وبعد كده هنعمل لها ونقسمهم اكوردنج اللي لها بتاعتهم او هما بيعيشوا فيهم في جسم الانسان. آآ في البداية انا اجيبلكم صورة بتوضح آآ واحدة من نيماتهود اللي هي موجودة عليكم. آآ عشان بس توضح لكم يعني ايه كلمة نيماتهود. آآ نيماتهود دي واخدينها من كلمة نيمة. ونيمة ديت يعني معناها خيط. فهي الديزان دي بتبقى عاملة زي الايه زي الخيط كده مختلفة طبعا خارسة عن اللي احنا كنا واخدينه في الايه في التيماتهودة والسستودة. اني كانت بتبقى الديزان مفلطحة. لكن هنا الديزان استوانية. عاملة زي الايه استوان وكده. آآ لما نتكلم على الجانير الكاركترز بتاعت النيماتهود. فهنشوف كده الموثافات بتاعتها آآ عاملة ازاي. آآ دي الموثافات بتاعتها اول حاجة هي شكلها ايه? شكلها ديزان استوانية. آآ طويلة. وسيلندريكال استوانية. وبايلاترلي سيمتريكال يعني من ناحيتين شبه آآ بعض. آآ وان هي آآ يعني ما ننسى بقى الموضوع سيجمنتز زي بتاعت الايه السستودة كده ما كانت متكونة من ايه من سيجمنتز ماتيور واماتيور وكلام ده. لأ هنا كلها على بعضها كده ادي بيسمها ها. يبقوش اي سيجمنتز. آآ حجمها ممكن تتوصل من واحد ملي تكون صغيرة جدا. آآ وشايفين منها بعضها حاجات آآ ممكن توصل بالملي اها. وآآ ممكن توصل لواحد آآ متر. آآ يعني ممكن آآ توصل آآ لعجم كبير جدا. انه دي مسلا ممكن توصل لآآ عشرين وخمسة عشرين صنفي. المسال اللي قدامي ده. آآ فحكمها بيتروح من واحد ملي لواحد متر. آآ لما نجي نتكلم عن جسمها بقى احنا شايفين ادي زدودة هي واحنا خدنا فيها قطاع كده بالعرض كده. يعني جينا قصفناها كده من بالعرض. وبدأنا نشوف هي 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 جسمها ده الطبقات بتاعته ايه. فنبص عليها هنلاقي ادي الطبقات بتاعت الجسم. اول طبقة من برة خالص ان هي زي الجلد كده بنسميها ايه? بنسميها الكيوتيكل. الكيوتيكل ده بيبقى تخين سيك ويريزيستانت ومقاومة يقدر يحافظ عليها. آآ بعد كده بعد الطبقة الكيوتيكل دي الطبقة اللي بعدها الغامقة شوية ديت اصفر غامقة شوية بنسميها السن السن سيتيال ساب كيوتيكلر ليير. يعني طبقة زي تحت الجلد بتاعنا. بيبقى فيه آآ حاجس اسمها ساب كيوتيكلر آآ ليير في الزيزان دي آآ ودي بتبقى آآ آآ يعني سن شوية. آآ بس هي بتيجي فيه آآ اربع عماكن وبتدخن. آآ بتعمل حاجس اسمها كوردس. الكوردس ده بيبقى بطول البرازايت نفسه. فقادي واحدة من الكوردس ودي التاني ودي التالت وقادي الرابع. آآ بيبقى واحد منهم بيبقى آآ يعني اماني. وواحد بيبقى دورسل يعني آآ في دهرها. واتنين بيبقوا لاترال. كورد. آآ بعد كده الطبقة اللي بعدها على طول اللي هي باللون الوردي ده. آآ بتبقى آآ عبارة عن عضلات. العضلات ديت آآ بتنقسم بقى بالكوردس دي. الكوردس دي هي لقسمتها لأربع مجموعات. يبقى دي مجموعة. وقادي مجموعة. وقادي مجموعة. ودي مجموعة. يبقى عندي اربع مجموعات من الايه من العضلات. يبقى كده ده بتاع جسمها. بعد كده بقى في كافيتي. في كافيتي يعني تجويف. تجويف الجسم نفسه. في بقى ايه? فيه اللي هتكون موجودة جوا وجست. وفيه ودي عايمة في سائل. يعني موجودة احنا ما نقطع دودة دي يطلع منه سائل كده. السائل ده يعايم في بقى الايه? الجهاز الهارمي بتاعها. والريبروداكتف سيستم الجهاز الايه? التناسولي بتاعها. والآ آآ بيبقى موجود في الايه? في الكوردس الموجودة هنا دي. في بقى هي عندي في اليومن ده عندي دي وعندي ايه? آآ آآ يبقى ده الاستراكشور بداحة اللي هي متكونة منها. يبقى احنا عارفنا شوية ان هي متطورة حبة عن التريماتودا وعن السيستودا. احنا ما كناش بنجيب سير الدرجستب سيستم آآ متطور كده في التريماتودا وفي السيستودا ما كانش فيه اصلا درجستب سيستم. فكانوا يعني بدائيين شوية. عن ايه? النماتودة. يبقى النماتودة اكتر تطورة. آآ بعد كده بيبقى عندنا آآ اول حاجة نتكلم بقى عن ايه? الدرجستب سيستم. الدرجستب سيستم هو صحيح هي النماتودة متطورة شوية لكن هي ما زالت برضو كائنات بدائية. فهي بتبقى عبارة عن ايه? بتبقى آآ 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 الانبوبة ديت واحدة كده كلها على بعضها. بتبدأ بيها آآ هي عبارة عن ايه? الاليمينتري كامل. وبتكون من الفتحة الامامية بتفنيها الماوس. وبعدين بعدها المريء للأستيجاف. بعد كده في عندي الامعاء الاندستن. في النهاية بتفتح بين الايه الانس آآ في الفيميل والكلواتة في الميل. آآ ده الماوس. هنتكلم عن الماوس. بعضهم بيبقى عنده آآ على الماوس بتاعه حاجات اضافية زي دي شفايفة هم. فبقى سنراوند اتباعي لبس آآ آآ او بابلي. وبعدهم ممكن يكون في عنده اسنان اسناء بيعض بيها او بليتس كده بيعض بيها آآ آآ ويل آآ آآ زي مسلا ايه الهوكورد. آآ هنا مثال مسلا الاسكارس. وهنا مثال الهوكورد. آآ تاني حاجة بعد الماوس على طول بيبقى عندي حاجة اسمها المريء اللي هو القصوفي جس. آآ شكل المريء ده اللي هو باللون الاحمر ده شكله بيختلف من آآ آآ هو عبارة عن انبوبة برضو عضلية. والانبوبة العضلية ديت شكلها بيختلف آآ من آآ دودة للتانية. ففي بعضهم بيكون شكله كلاب شيب. كلاب شيب يعني شبه المضرب. آآ وهنبقى حافظين طبعا الاسماء ديت ان هو آآ كلاب شيب دي أسوتي جس بنلاقيه سنيل بنلاقيه في الاسكارس ونلاقيه في الهوكورد. آآ بعضهم بيبقى يعني الجزء الامامي بالكلاب شيب ده والجزء الخلف بيبقى آآ آآ دائري كده. فبيبقى ده النوع ده بنسميه الدبل البلبت. وميثال ليه بعضهم بيبقى يعني الجزء الامامي بيبقى يعني عامل زي ستوانا كده ما آآ فقط. وبعدين الجزء الخلفي اهو. والجونكشن ما بينهم يعني او الارتباط ما بينهم ده بيبقى ديق. نارو. لكن هنا بيبقى واسع. يعني الوصلة اللي ما بينهم واسعة. لكن هنا الوصلة اللي ما بينهم ديقة. فده بنسميه آآ وده مثال ليه النوع اللي بعد كده او آآ يعني هو عبارة عن استوانا. من فوق اللي تحت كده هو كل استوانا. ما فيش اي حاجة بقى مختلفة في الشكل آآ زي دول. فبنسميه ان هو آآ ده بنلاقيه في ايه في وفيه نوع بقى بيبقى سللر يعني متكون من خلايا صف من الخلايا موجود كده آآ في بطول وده بيبقى موجود في آآ آآ وترايكوريس ترايكوريس. آآ لما اتكلم عن احنا عارفنا آآ تريماتودا وسستودا ما كان ما كانش عندهم يعني ما كانش ما كنتش بقول ميل وفي ميل نحن كنت بقول بقول ابت بس. والابت كانت فيها بتاعة بتاعت بتاعت بتاع الميل والفي ميل. آآ سواء هي ايه او سستودا. لكن في النماتودا اكسر تطورا بيبقى في عندي يعني بقى عندي سيكس ميل وفي ميل بقى في عندي عبارة عن ميل ودودة تانية بتبقى في ميل. آآ بقى بتاعة الميل هنبص نلاقي آآ ان الميل ده طبعا هو بيبقى متميز ان هو اصغر شوية من الفيميل والبستيرو اند بتاعته بتبقى كيرفت زي ما احنا شايفين كده متنية بالوانظر ده. الفيميل بيبقى اكبر منه وبتكون البستيرو اند بتاعتها بتاعتها مفروضة. فهنا الميل بتاعه بيبقى في البستيرو سيرد بتاعه في نهاية الجسم كده. وبيبقى عبارة عن انبوبة هي انبوبة واحدة والانبوبة دي بتبقى بتتكون من كل جزء منها بيبقى ليوم مثامة. فبيبقى في عندي تستيس اللي هي الخصية. وبعد كده في عندي الفيزيكل. تحد في النهاية ما بيبقى فيه عندي فتحة وبتفتح هي اللي بيجيز السيستم مع بعض حاجة اسمها الكوروكا. دي بتبقى ايه? بتاع الميل. اه الميل بيبقى فيه عنده كمان اه حاجات بتساعده في الاسناء. اه في بقى فيه عند اشواك او بقى فيه عنده بارسة. اه دي هنشوفها في الانواع بقى المختلفة اللي احنا هندرسها. هنوضح عنده ايه اضافية. فممكن تكون اشوكا مسلا او تكون حاجة كده اه اكسبانشان كده في فبنسميها اه بارسة. بنسبة للفي ميل. الفي ميل بيبقى عبارة عن اه انبوبة برضو. والانبوبة دي اه بتبقى يا اما انبوبة واحدة او ان هي اتنين. اه تبعا لنوع البرزايت ده. والانبوبة دي هي نفسها بقى بنقول عليها جزء منها بنقول عليه الاوبري. وبعد كده في عندي او بي داكتور سيمينا وآآ آآ واليوترس والفاجينا. آآ بيبقى فيها عندها فتحة آآ اسمها البالبة. غير فتحة اينو. ما كنوش متحدين مع بعض. آآ برضو نبقى احنا فاهمين ان النانيماتودة ديت آآ بيبقى عندها اللي بقى بتاعها سيمبل قوي وهكزا برضو آآ 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 يهمينا برضو نعرف ان النيماتودة بتقسمة لآآ آآ اللي بتاعدي الانسان او بنقدر نقسمها على حسب الهبيتات بتاعتها اللي هي بتعيش فيها بتعيش فين في جسم الانسان ده لحاجات بتعيش في في الامعاء او الحاجات بتعيش في في الانسجة. فالحاجات بتعيش في الانتستن يا اما عايشين في الامعاء الضقيقة اسمه او عايشين في الامعاء اللي غريضة اللي عايشين في طبعا احنا هنحفظ الاسماء ديت. آآ وهنبقى عارفين هما بيعيشوا فين. آآ اللي عايشين في الامعاء الضقيقة هما من آآ هندرس كل واحد منهم وهنبقى عارفين الكراكترز بتاعته. آآ بالنسبة للي اللي عايشين في اللارج انتستن والترايكوريسترايكوري. طيب اللي بيعيشوا في الانسجة هما مين آآ آآ احنا قلناها برضو في اللي بتاعش في الامعاء. وبجزء بتاعتها بيبقى موجود في الامعاء والجزء التاني بيبقى موجود في الانسجة والعضلات عشان كده بنبقى بنعتبرها من التشو آآ نيماتود. آآ آآ كمان الفيسر والكوتينيس والفيلاريا والدراكانكولاس بدينينتس دول اللي هما التشو نيماتود. دي المصادر الممكن ان احنا آآ نشوف منها المحاضرة او ان احنا نطلع عليها. وبالنهاية انا بشكر حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.